موسيقى صبت روسيا الزيتة على النار بإعلان وزارة الدفاع الروسية إمكان ردها بصواريخ S-300 على أي ضربات عسكرية أمريكية تستهدف أراضي تسيطر عليها قوات النظام وتهدد حياة الجنود الروس الملف السوري حضر في موسكو بلقاء بين وزيري الخارجية الفرنسي جام مارك إيرو والروسي سيرجي لافروف الضيف الفرنسي لم يخفي استياءه أمام نظيره الروسي فقال إن لا شيء يبرر حمام النار التي تتساقط على حلب صحيح أنه عندما تقصف حلب بهذه الطريقة العمياء مع من يدعم النظام السوري فأنهم يعطون أسبابا للإرهاب أما لافروف فبادر إلى طمأنة ضيفه وإلى موافقة روسية مبدئية على مشروع القرار الفرنسي بخصوص سوريا توجيه مطالب للفصل بين المعارضة المعتدلة وجبة النصرة وذلك استنادا إلى قرارات مجلس الأمن والمجموعة الدولية لدعم سوريا وبموجم الاتفاقات التي أبرمناها مع الأمريكيين كانت هناك تهديدات حتى تحقق بعضها ضد القوى الجوية الروسية ومنذ ذلك الوقت قمنا بنشر منظومة S-400 للدفاع الجوي وذلك للحلول دون تكرار الحوادث التي حصلت وفي موازات الاجتماع الروسي الفرنسي تقدم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا بمبادرة تعاهد فيها أن يواكب شخصيا 900 مسلح ينتمون إلى جبهة فتح الشام إذا قرروا مغادرة الأحياء الشرقية لحلب مع أسلحتهم الرئيس السوري الذي يشعر بارتياح عسكري هذه الأيام تعاهد خلال مقابلة مع محطة دنماركية باستعادة سيطرته على سوريا كلها مشيرا إلى أنه يفضل القيام بذلك من خلال اتفاقات محلية وإصدار عفو يسمح للمسلحين بالمغادرة إلى مناطق أخرى ميدانيا وبمؤذرة غارات روسية كثيفة حققت قوات النظام تقدما هو الأول منذ عام 2013 داخل الأحياء الشرقية في حلب وباتت تسيطر على نصف مساحة حي بستان الباشا وسط المدينة وعلى الحدود السورية التركية تبنى داعش خبر مقتل بعض مسلح المعارضة في تفجير انتحاري على معبر أطم في ريف إدلب عند تبديل المناوبات